موسيقى صباح الخير مشاهدينا الكرام مع اشراكة شمس يوم جديد نبدأ معكم حلقة جديدة في برنامج هذا الصباح معكم من الآن وحتى العشرة مجموعة من الفقرات والتقارير والحوارات اللي بنتمنى انها تنايل اعجابكم بإذن الله يوم جديد مليء بالامل والسعادة والتفاؤل من الموضوعات اللي هتكون معانا في الحلقة وزير الكهرباء كان ليه تصريح مصر مؤهلة الآن انها تصبح محور عالمي للطاقة الموضوع الاخر هتكون معانا فيه تقرير لمنظمة اوكسفام الدولية النظام الغذائي العالمي اصبح اكتر هشاشة بسبب التغيرات المناخية ده بالاضافة لفقراتنا الثبتة معرفة اهم الاخبار الاقتصادية والرياضية هنبدأ معاكم اولى فقراتنا في هذا الصباح فقرة كلها حيوية ونشاط وفقرة ايروبيكس الصباح الخير عليكم يا جماعة معاكم كابتن حازم ماجد ورجعنا لكم تاني النهاردة بحلقة جديدة وبمجموعة عضلات جديدة وحركات جديدة ان شاء الله زي ما عودناكم ودايما عايزين نفتكر ان شعارنا رياضة ببساطة استنونا بعد الفاصل ان شاء الله راجعين لكم النهاردة بنقل بالجيم نقدم لكم تمرينة بالاحبال الموجودة عندنا ودي من التمرين اللي كانت طالعة تريندي جدا والناس كتير طالبت منها ان احنا نتكلم عليها فاوريكم النهاردة هي تتعمل ازاي ان شاء الله وبمستويات خفيفة نقدر نشتجل عليها هنمسك الاول الحبل هنقعد سنة قاتني رجلي شوية اكني في وضع الاسكوات او قاعد على كورسي وهبتري اشتجل الاول واحدة وواحدة بالتمرين زي ما انتوا شايفين اقدر العب بالراحة واقدر ازود المكاومة او اسرع لو انا عايز هلعب تاني بنفس الشكل بالاحبال ولكن مش اشتجل المرة دي بالتبادل هقعد نفس الاعدة بتاعتي واشتجل باداية الاتنين مع بعض يلا يا شباب وزي ما انتوا شايفين اقدر اشتجل بالراحة واقدر ازود المكاومة لو انا عايز اعلل حمل شوية التمرينة اللي معي اللي جاي هنلعبها باستخدام الاطواء وهنشتجل طبعا زي ما انتوا عارفين تمرينة الطوق بنشتجل بها اكتر من شكل واكتر من حركة فاحنا هنعمل حاجات بسيطة تقدر تعملها لو توفرت لك الامكانية هنبدأ مع بعض الاول هنشتجل على الطوق واحدة واحدة بالتبادل اللي نسند عليه هستجدمه كأداية اشتجل واحدة واحدة بعد كده هبتدي اقلب الطوق بالراحة وضع الاسكواد بتاعي العادي زي ما انتوا شايفين هنزل بكل سهولة وارجع تاني لبداية الحركة هنشوف دلوقتي الشكلين لللاعب بالطوق شكل سهل ويا من اللي احنا تعودنا عليه وشكل تاني لحد متقدم شوية او لو بيلعب لعبة مختلفة وهو اصلا لعيب جودو او لعيب مصرع او لعيب كاراتيه فهو هيبقى بيستجدم العطوق بشكل مختلف نبدأ مع بعض يلا شرب هو هنا شجال بدراع ودراع عشان يزود المكاومة شوية لانه هو كلاعب متقدم شوية في مستوى الرياضي بتاعه التنبرينة ديت باستجدام الحبل زي ما علعبنا المرة اللي فاتت لكن هنبتدي نمشي بالجنب على الشيء انا شجل رجلي بشكل اكتر وازود المكاومة بشكل اكتر يلا شباب هروح زي ما انتو شايفين الشمال وبكده نكون خلصنا مجموعة من الاشكال اللي احنا اخترناها لكم النهاردة من التدريب بالاحبال والتدريب بالاطواء ودي نقدر نشتغلها سواء في روف البيت عندنا او في مدخل عمارة او في جراج فاقدر استخدم ادوات سهلة جدا ومتوفرة معانا واستنونا ان شاء الله في حلقة جاية وعدلة جديدة وفتكروا دايما شعرنا رياضة ببساطة اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد وهذه الفقرة ومجموعة من الاخبار المنوعة واخر مستجدات على الاحداث عقدت منظمة الامام المتحدة للطفولة المعروفة باسم اليونساف ندوى تحت عنوان الطريق الى قمة المناخ قعب 27 تغيير السلوكيات من اجل مواجهة التغير المناخي في مصر نتابع تفاصيل اكثر في سياق هذا التقرير سلسلة من الندوات العلمية تحت عنوان الادلة العالمية من اجل مصر نظمتها منظمة يونساف بالشراقة مع مؤسسات مختلفة لترحي حلول عملية وافكار طموحة للتعامل مع قضية المناخ في دوء الاستعدادات لقمة المناخ قب 27 نحن ننظر الى نتائج التقييمات حتى يصبح لدينا بعض الافكار نستطيع تحقيق تغيير في بعض السلوكيات مثلا كيف ان نجعل العائلات ترشد في استخدام المياه والكهرباء وان نجعل المزرعين يستخدمون مواد صديقة للبيئة كل هذه الافكار بالتأكيد سوف تساهم في وضع رؤى لمؤتمر المناخ قب 27 وتهدف الندوة الى تحفيز مشاركة القطاع الخاص للتعاون مع المؤسسات الحكومية للاستثمار في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في مجالات الزراعة والمياه والطاقة تحول نحو الطاقة جدومة متجددة برنامج كبير طالع من استراتيجية طائر المناخ اللي هو محطات الطاقة اللي تستعمل بالرياح ان احنا نحاول محطاتنا اللي بتشتغل بالفحم اللي المحطات بتشتغل بطاقة او مناظر لها طاقة جديدة ومتجددة كل دي اجراءات محددة كل وزارة معنية لها دور معين في تنفيذها فمصر عندها رؤية واضحة ولكن احنا بنقول والله يا جماعة ان احنا متأثرين فاحنا محتاجين تمويل وتعمل الحلقات النقاشية على تعزيز الحوار بين اولويات السياسة المصرية والادلة العالمية لتوفير رؤى حول كيفية دمج الحلول القائمة على الادلة في مكافحة تغيير المناخ والتحول الى الاخضار صحوة كبرى يشهدها العالم من اجل مواجهة تغيرات المناخية والبيئية ومصر تسعى جاهدة لتوفير الاجواء الملائمة بمشاركة الخبراء والمؤسسات لانجاح قمة المناخ كوب 27 بسم الشاعر انيل اعلنت وزارة الداخلية تواصل اعمال وفعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر اكتوبر القادم بسائل محافظات مصر نتابع تستمر فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر اكتوبر والتي اطلقتها وزارة الداخلية لتوفير المستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل الى ثلاثين بالمئة بمناسبة العام الدراسي الجديد ومع مد فترة المبادرة تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين على شراء متطلبات ابنائهم تشهد المبادرة مشاركة واسعة من السلاسل التجارية وكبرى المكتبات وانتشارا كبيرا على مستوى الجمهورية لتحقيق الاستفادة من التخفيضات من خلال ثمانمائة واربعة عشر منفزا وستة معارض رئيسية وسبعة عشر معارضا فرعيا الادات المدرسية عموما كلها او الادات المكتبية كلها كويسة جدا واثرها كويسة جدا في طاول ايه جيت اشتري حاجة المدرسة وليه كل حاجة موجودة جيت اشتري حاجة المدرسة انا مامتي اشترينا الكراريس وكطب وكل حاجة كانت هنا كما تستمر المبادرة في توفير احتياجات المواطنين من كافة انواع السلع بتخفيضات انتصر نسبتها الى 60% كل الحاجات هنا متوفرة واسعار مخفضة جدا صراحة الولادة بسطة من الحاجة هنا والحاجة فعلا جميلة يعني ما فيش حاجة فيها مش حلوة كل حاجة حلوة يعني ما فيش حاجة قدر علىها مش حلوة الاسعار حلوة وكل حاجة بكمية موجودة بكمياتها وتواصل منظومة امان وتخفيفا عن كاهل المواطنين توفير السلع من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام مبادرة كلنا واحد لم يقتصر دورها على تقديم تخفيضات على المستلزمات المدرسية بل اتسعت مضلتها الى قيام وزارة الداخلية ومن خلال منظومة امان وبالاشتراك مع مدريات الامن لاهداء حقائب ومستلزمات مدرسية للطلاب بالمناطق الاشد احتياجا على مستوى الجمهورية بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد وهو ما ادى الى اشادة واسعة من المواطنين قاتين تلك المناطق بدور وزارة الداخلية واهتمامها بهم امتد توزيع الحقائب المدرسية الى اماكن اقامة الطلاب من خلال مأموريات وجهتها مدريات الامن الى المنازل بالمناطق الاشد احتياجا كما نظمت وزارة الداخلية زيارة للمرضى بالمستشفيات المختلفة وتم اهداؤهم حقائب مدرسية في اطار مبادرة كلنا واحد وفي تقليد سنوي تحرص عليه وزارة الداخلية قامت الوزارة بتوزيع المستلزمات المدرسية على الطلاب من قاتين دور رعاية الايتام مصر الكبيرة كل وقت وكل عصر والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاة مبادرة جميلة جدا الناس حاسة بمفعولها وباللي بتعامل كل حاجة بتتعامل على ارض الواقع حاجة محترمة جدا جدا مبادرة جميلة والاولاد مقصدين قوي باليوم الجميل ده وشكرا جدا لسيادة الرئيس هكذا اصبحت مبادرة كلنا واحد التي اطلقتها وزارة الداخلية لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين علامة انسانية واجتماعية متميزة تحمل معها كل معاني الانسانية والتكافل المجتمعي كلنا واحد مبادرة انسانية واجتماعية تسعى من خلالها وزارة الداخلية لتخفيف الاعباء عن كاهل الاسر المصرية في كل مكان على ارض الوطن سواء بتوفير السلع بكافة انواعها بتخفضات او من خلال توزيع المساعدات العينية والانسانية على المواطنين في المناطق الاكثر احتياجا وهو ما يسم في تخفيف الاعباء عنهم عبدالله بركات التلفزيون المصري اعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور ريدا حجازي في مؤتمر صحفي حول استعدادات العام الدراسي الجديد 2022-2023 نو سيطبق تطبيق اعمال السنة في صفوف النقل بالثنوي العام ونو سيتم عقد اختبارين خلال الفصل الدراسي بيحصل الطالب على الدرجة الاعلى في الامتحانين على ان يكون الامتحان الاول في اكتوبر والامتحان التاني في شهر نوفمبر ده بجانب امتحان الفصل الدراسي الاول نتابع قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد اعلن وزير التربية والتعليم الدكتور ريدا حجازي في مؤتمر صحفي ان الوزارة مستمرة في خطة تطوير العملية التعليمية بما يتوافق مع احدث الاساليب العلمية والعملية رسالتي دايما لولادي بقولهم المدرسة هي بيتك الثاني وده جزء مهم جدا لان احنا واولياء الامور شركاء في تربية الابناء فلابد ان تكون العلاقة بيننا هدف مشترك وهو ارتقاء بابنائهم وابنائنا اللي هم كمان ولادنا باذن الله واشار حجازي ان الوزارة انهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد واتخذت اكافة الاجراءات اللازمة من بينها تطبيق لائحة الانضباط بالمدارس مع تعزيز الاهتمام بالجوانب السلوكية ورصد نقاط التميز وتشخيص جوانب الضعف والعمل على علاجها هنزيل البطاقة او الشهادة او بيان النجاح للطالب بحاجتين ايه هم حاجتين وصفي اللي هي النواحي الشخصية النواحي الشخصية دي الطالب بيتعامل في الفصل مين يبقى عارفه اكتر زميله اكرانه هنعوز نقول كده اكرانه ومعلمه واهله لاول مرة هشرك الاهل في عملية التقييم اللي هي بنقول نقطة تميز لدبنا وعن نظام السنوية العامة قال حجازي ان الطالب سيحصل على دليل الامتحانات والاسئلة وان الاسئلة ستكون بشقين اختيار من متعدد ومقالي قصير بنسبة 15% نظام الاوبنبوك موجود كتيب المفاهيم حيستلموه بالراحة تاني اوبنبوك كتيب المفاهيم اللي كان معاهم العام الماضي حياخدوه هذا العام فاحنا ماشيين على اسئلة بتقيس مستويات عليا حنوفر لولادنا نموذجين يتدربوا عليهم فيه اكتر من كده نموذجين يتدربوا عليهم التابلت حيستخدم في اسئلة قصيرة يمتحنوا عليها ولادنا امتحان اخر العام هيبقى بابلشيت وكراسة فيها الاسئلة وفيه صفحتين في الاخر للاشرطة اسية والاسئلة المقالية كما اكد حجازي على عودة الاختبارات الشهرية لصفوف النقل بواقع اختبارين في كل فصل دراسية على ان يتم احتساب الدرجة الاعلى للطالب ما يعمل على تحفيز الطلاب على التعلم بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين وجه وزير التربية والتعليم على ضرورة التعاون المشترك بين المدرسة واولياء الامور كمسئولية مشتركة كما اكد على ضرورة التعليم والتعلم ودعم وتنمية مهارات الطلاب من اجل انشاء جيلنا مشرق قادر على تحمل المسئولية من مقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم امل صبري اميل تسلم السفير حسام القويش القنصر العام لجمهورية مصر العربية في هيوستنب الولايات المتحدة الامريكية غطاء طبوت من العصور المصرية القديمة الذي تم تهريبه بطرق غير شرعية صرح الدكتور مصطفى وزير الامين العام للمجلس الاعلى للاثار ان احداث هذه القضية تعود لعام 2019 عندما نجحت مصر بالتعاون مع مكتب المدعي الامريكي بمدينة منهاتن بنيورك في استرداد طبوت ذهب كان بحوزة مطحف المترو بوليتان بعد تحقيقات استمرت اكثر من عامين وقد تم استلام الطبوت واداعه بالمطحف القومي للحضارة المصرية بالفستات بعد السنوات من الحضر اصبح بمقدور الفتيات في ليبيا ممارسة رياضة الملاكمة وتحقيق نجاحات غير مسبوقة وهذه الرياضة ابتدت انها تاخد شعبية جبيرة في اوساط الفتيات نتابع بعد اكثر من ثلاثين عاما من منعهن من الملاكمة اعتلت النساء في ليبيا مرة اخرى حلبات المنازلة الان تتلقى العشرات من الفتيات الليبيات تدريبات على الملاكمة في نادي نجوم كرقاش بالعاصمة طرابلس حتى ان البعض حققنا البطولات صباح لشهيدي كانت ضمن هؤلاء الفتيات التي طلقينا دعما من عائلاتهن في ممارسة رياضة الملاكمة رغم المضايقات التي يمكن ان يتعرضن لها في المجتمع اكيد الدعم الاكبر لي عائلتي وقفوا معاي وقالوا لي ان رأوا هذه بدايتها خطيرة والحمد لله انا كنت جد الخطورة هذه وانا انا نحب التحديات وشاركس بطولة كذا من بطولات قصدي مع زملائي واحتكيت هلبة وتعلمت صح ما كنتش في البداية جد المسئولية هلبة يعني كل مرة انا نزيد نتعلم اكثر واكثر اما هبا صلحين فهي الاخرى ضمن الفتيات الليبيات التي لم تلتفت الى اراء بعض الناس في ممارسة السيدات لرياضة الملاكمة ومضت كدما في طريقها نحو تحقيق النجاح في هذا النوع من الرياضة وتعرضت صح لناس هلبة كيف انت بنت وتتمرني في ملاكمة وكيف جدت منك هكي وقصدي انت بنت وما تخافيش هكي ما تخافيش مني يضربك ما تخافيش مني يضربه في وجهك فانا ما عدلتش عن الكلام الناس وحاربتهم وحمد الله ما شاء الله لي قصدي ما فياش اي شيء وتم حظر الملاكمة لسنوات عديدة في جميع انحاء ليبيا حتى ثورة السابع عشر من فبراير عام 2011 والتي اعيد بعدها النظر في عدد كبير من القوانين القديمة اقيم حفل مكافأة الفائزين بجائزة كونفشيوس السابعة عشر لمحو الأمية التابعة لليونسكو في منادينة كوفو لتقع في شر محافظة شاندونغ السينية تم منح البرامج الفائزة من البرازيل وماليزيا وجنوب افريقيا الجائزة لمساعدتها في خدمة المعاقين والمجتمع الريفي والأطفال بتعد هذه الجائزة لمحو الأمية التابعة لليونسكو استجابة لفكرة الفيلسوف كونفشيوس بين التعليم للجميع وهذه الجائزة هي أول جائزة دولية بيتم تسميتها تيمنا باسم أحد الشخصيات الصينية تم تأسيس هذه الجائزة في عام 2005 واعترفت بجهود الأفراد والحكومات ومنظمات المجتمع المدني في زيادة معدل محو الأمية كان اكتشاف جمجمة الملك ريتشارد الثالث في مرقاب سيارات بمدينة لستر في إنجلترا في شهر أغسطس من عام 2012 بعد أكثر من خمسة قرون من وفاته قد تصدر عنوين الأنباء حول العالم وعقب عشر سنوات يتم رواية قصة المرأة التي قادت عملية البحث التي أدت إلى العثور على جثمان الملك ريتشارد الثالث من خلال فيلم سينمائي جديد أطلق عليه اسم الملك المفقود الذي حصل على عبد الأول في المملكة المتحدة في لندن مؤخرا بصلت الفيلم الدوء على دور لانجلي كقوة دافعة وراء الاكتشاف تحت لافتة القصة الحقيقية التي لا تصدق قصتها هي وقد حضرت لانجلي أيضا والتي حصلت على جائزة وسام الإمبراطورية البريطانية من جانب الملكة إليزباث الثانية في عام 2015 العبد الأول للفيلم إلى جانب الممثلة التي تجسد شخصيتها سالي هاوكنز عربت الكتبة التي تبلغ من العمر الستين عاما عن أمالها في أن يلهم الفيلم وقصتها الفتيات الصغيرات ويساهم في دعمهم تم افتتاح مركز للباعة الجائلين على طراز سنغافورة في مدينة نيارك الأمريكية للمرة الأولى ليجلب مزيج من الركهات من الجزر الوقع بجنوب شرق أسيا بما فيها الماليزية والصينية والهندية وغيرها من الثقافات إلى صلاة الطعام الأمريكية مركز الباعة الجائلين الذي أقيم فيه منتصف حي منهاتن بيعرض منتجات 17 بائع تم اختيارهم من جانب المقيمين على قاعة الطعام ناقد الطعام كي أف سي تو مع 11 آخرين قادمين مباشرة من مراكز الباعة الجائلين في سنغافورة وكل قاعة عرض بتخصص طبق معروف زي السلطعون الحار وعجة المحار وأرز دجاك هاي نانتس أو ناسي ليماك وهو طبق أرز طيب رائحة ولدت فكرة قاعة الطعام عندما التقى سي تو مع الشخصية الأمريكية الشهيرة الشيف أنتوني بورداين في عام 2013 في سنغافورة في حدث لطعام الشارع وكان بورداين متحمسا بشأن فكرة سوء للباعة الجائلين في نيارك قام نائب في البرلمان الكولومبي باستحاب حصانة إلى داخل الكونغرس لإظهار الدعم لمزارعي البلاد صار عضو الكونغرس الكولومبي ألاريو بريرا إلى داخل القصر التشريعي إلى جانب حصانه الأبيض يحيطه فرق من الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الإخبارية تعد خطوة هذا النائب جزء من احتجاج ضد المبادرات التي قد تؤدي إلى منع أنشطة معينة تتضمن استخدام الخيول مثل رعي الماشية وبدءا من الإسبوع الحالي سوف يسمح لأعضاء الكونغرس الكولومبي استحاب حياراتهم الأليفة إلى العمل معهم سوف يسمح لأعضاء الكونغرس الكولومبي والآن منتعرف على أحوال الطاقس ودرجات الحرارة حيث يتوقع قبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طاقس شديد الحرارة راتب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد حال راتب على السواحل الشرقية بينما يسود طقس معتدل الحرارة راتب ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال السعيد دمائل للحرارة راتب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بالنسبة لحلت البحر المتوسط بتكون خفيفة لمعتدلة وارتفاع الموج من متر لمتر ونص بالنسبة لحلت البحر الأحمر بتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونص إلى مترين يعني تقصد يوم شديد الحرارة رتب نهارا معتدر رتب ليلا على معظم الأنحاء والعظمة بالقاهرة 36 درجة للمزيد معنا عبر الهاتف دكتور محمد علي فاهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ووزارة الزراعة صباح الخير دكتور محمد دكتور محمد هل أنت معي؟ يبدو أن الاتصال انقطع بدكتور محمد علي فاهيم وسنعاود الاتصال به في وقت لاحق بهذا الخبر مشاهدينا نكون قد وصلنا نهاية هذه الفقرة لكن فقرات هذا الصباح مستمرة معكم بعد قليل أهم الأخبار الرياضية ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر